هنا معكم وأراكم وأنا ممتن لأنكم بذلتم كل الجهود لحضور لهنا هذا يعني لي الكثير أنا وحكومتي ومرحبا بكم إلى أول قمة استثمار لهذه الحكومة البعض منكم جاءوا من مسافات بعيدة سافرتم من مسافات بعيدة والبعض منكم سيعدوا باشرة بعد القمة بذلتم جهودا كبيرة لمشاركتنا وقتكم ونحن ممتنون جدا لذلك وترحيب لجيلد هول هذه القاعة العريقة في لندن مبنى رائع يحبس الأنفاس ولكن يجب أن يميز بينه وبين قاعة الموسيقى لجيلد هول وأنا كنت أحب أن أعزف الناي كان هذا طموحي وكان شعري طويلا وسراويل الجينز لدي أهدلة صورية وكلها دمرت للأسف ولكن اليوم نحن نسأل لتحقيق طموح جديد طموح مشترك وهو النمو أنتم يجب أن تنمو أعمالكم وشركاتكم وأنا يجب أن أمي بلادي وأترك لكم القرار لتقرر إذا ما كاننا خبينا أو الشراكة أو حتى جمهورنا ولكن بدون النمو لنتفق أن الحوار سيكون صعب جدا أي أن كان تحدثنا معه وبالتالي فأن النمو هو الغرض الذي يجمعنا معا المساعي المشترك لتحقيق الازدهار ولهذا جعلناه الاختبار الأول لهذه العكومة وأنا عازم على فعل كل ما يوسعي لتحقيق النمو لهذه البلاد أن تكون أكثر اقتصاد نموا في مجموعة السبعة هذا هو حدفنا الوطني الأهم لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التغيير الذي وعدنا به عن نمو هو المرتبات العالية والخدمات العامة وفقر أقل وفرص أكثر ووجبات أكثر وعطلات أكثر ولحظات ثمين أكثر مع عائلاتنا والمزيد من النقود في جيوبنا وبالتأكيد لأي شركة هو يعني سوق أكبر وطلبات أكثر ومستقبل أكثر الزهارا وآمانا جهودكم تكافأ بالأرباح ولكن أنه أهم من كل ذلك نحن نعيش في عصر حيث النيران السياسية مستعرة حول العالم النزاعات انعدام الأمان وحركات ومزاج شعبوي كلها تكيف ضد القيم المنفتحة التي نعتز بها جميعا القيم التي كما تعرفون ضرورية جدا لتسهيل إجراء الأعمال ومع ذلك وفي نفس الوقت انظروا حول العالم انظروا إلى الاستثمارات التي تقوم بها أنتم وغيركم هذا هو عصر الامكانات العظمى أيضا الثورات كبيرة جدا في التكنولوجيا الرقمية والطاقة النظيفة والطب والعلوم الحياتية كلها لديها الامكانات لتغيير سبيل حياتنا وعملنا بشكل جذري كلها لديها الامكانات لتحويل حياة الطبقة العاملة للأفضل وبالتالي في أوقات مثل هذه النمو الاقتصادي حيوي جدا كما كان هو الحال دائما إذا ما أردنا أن نقود طريقنا عبر هذه الفترة من التغيير من عدم الاستقرار للوصول إلى أوقات أكثر وهدوءا لأن الطبقة العاملة تستفيد من هذا النمو وكل مجتمع يستمتع بثمار خلق الثروات فهذا يوقف البلاد من انقلاب ضد نفسها وضد العالم وهذا بالتالي يساعد في توفير الأسس المستقرة ومجال أو متنفس للبلاد لكي تستغل تلك الفرص من أجل مستقبل أفضل ولتبسيط الأمور هو ليس فقط الاستقرار يقود إلى النمو الذي نعترف وندرك ذلك جميعا بل أن النمو يقود إلى الاستقرار النمو يقود إلى دولة معدة بشكل أفضل للاجتماع واستعادة مستقبلها ولهذا فكان ضروريا جدا لمشروع السياسي المكون الأساسي الذي أصبحنا معتادين عليه قبل الانهيار الاقتصادي ولكن معا وبشراكتنا يجب أن نكسبه ونساعده مرة أخرى كل واحد منكم هنا اليوم قدمت له الدعوة لهذا السبب ليس فقط لأنكم تقودون بعض أهم الشركات في العالم بل أيضا لأنكم تلعبون دورا رئيسيا لهذه القضية الهامة لزماننا والسبب الذي نركز بشكل كبير على الاستثمارات هو لأن مهمة النمو في هذه البلاد ترجمة نانسي قنقر